الآن نوجد قيم المجاهيل X1 و X2 و X3 بالتقرار الثاني نعتمد مثل ما قلنا بالتقرار الثاني على التقرار الأول أي أن X1 و X2 و X3 مثل ما موجود قلنا بالتقرار الأول فنعوض بالصيغة التقرارية مثل ما عتلاحظون مجرد تعويض مباشر X2 بالتقرار الأول هو 1.6 و X3 بالتقرار الأول هو 0.125 النتيجة غيح تكون 1.061364 مثل ما قلنا لستة مراتب عشرية كذلك نوجد X2 بالتقرار الثاني اللي هو غيح يعتمد على X1 بالتقرار الأول و X3 بالتقرار الأول مثل ما موجود عندنا اللي هو X1 بالتقرار الأول 1.363636 و X3 بالتقرار الأول هو 0.125 النتيجة غيح تكون 1.488636 كذلك نوجد X3 بالتقرار الثاني اللي تعتمد أيضا على X1 بالتقرار الأول و X2 بالتقرار الأول واللي هي غيح تكون 0.815909 هاي القيم اللي وجدناها غيح تكون هي المعتمدة في إيجاد X1-3 و X2-3 و X3-3 أي إيجاد قيم المجاهيل X1-X2-X3 بالتقرار الثالث أي نعتمد على X1 و X2 و X3 اللي هي بالتقرار الثاني نعوض بهذه القيم و نوجد التقرار الجديد وهكذا